بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وعزائي طلاب الصف الأول المتوسط أهلا وسهلا بكم في دروس جديد من دروس مدى تواهيات ورديات اليوم ان شاء الله بنشاء الله الرحمن بنتكلم على ازاي نحل المعادلات معادلات الدرب ازاي نحل معادلات الدرب طعب نشوف تأكد عندنا اللي احنا هنحل لها الحين عندنا من السوائل الأول تأكد بيقول لك حل كل معادلة وتحقق من صحة حلك ستة جيم بتستوي 18 احنا قلنا يا شباب على طول المباشرة ستة درب جيم يبقى انا حقسم الطرف الايمن على ستة والطرف الايسع على ستة الستة تأخذك من الستة يطلع جيم بتساوي 3 مزبوط طيب عايزين واحد تاني فهدي يحل لنا المعادلات ديت 15 بتساوي 3 عين كيف فهدي نحلها نقول دي المجبول في الطرف الايسع 3 عين يعني 3 ضرب عين يبقى انا حقسم الايسع على 3 والايمن على 3 تسوي العين بتساوي كم عندنا يا شباب وتطلع العين بتساوي 5 طب اتحقق مساحة الحل ازاي اخذ الخمسة واضحها هنا مكان العين 3 ضرب 5 يسير عندنا 15 اجابة مزبوطة طيب نشوف مثال كمان عندنا مثلا طالب ترولي حدنا ديت سالب ثمانية سين تسوي 24 ايه معنى يا طلال سالب ثمانية سين معناها سالب ثمانية ضرب سين بربع عليك طيب حقسم هنا على سالب ثمانية الطرف الايمن واقسم الطرف الايسع على سالب ثمانية سيو السين بتساوي 24 24 تقسيم سالب ثمانية سالب ثلاثة طب صحة الحل ابتدي اتحقق منه ان انا اضع مكان 60 سالب ثلاثة اضربه في السالب ثمانية يطلع الاجابة معي فعلا باربع وعشرين فاكرة تانية حيحلنا الطالب مازن سالب تسعة لام تساوي سالب ستة وتلاتين المجهول في الطرف الايمن سالب تسعة لام يعني سالب تسعة ضرب لام هقسم الايمن على سالب تسعة الايسع على سالب تسعة تطلع لام معي بتساوي اربعة ما تنساش ان سالب على سالب فيها الموجه تمام يبقى سالب ستة وتلاتين تقسيم سالب تسعة يطلع موجب اربعة ولو ضربت اربعة في سالب تسعة فعلا تطلع الاجابة معانا سالب ستة وتلاتين طيب الطالب مازن يحللنا السؤال ده يتقاضى جميل خمستاشر ريال في الساعة الواحدة مقابل العمل في محله ما عدد الساعات التي سيعملها ليجمع مبلغ مية وعشرين ريال طيب نشوف ان هو تطالب حيامل معانا ايه حيفترض ان عدد الساعات سماسي مصبوط كده وتبقى خمستاشر ريال في الساعة الواحدة يعني خمستاشر ضرب سين تساوي مية وعشرين بالضبط كده حقسم الطرف الايمن والطرف الايسر كل طرف انهم هقسموا على خمستاشر هتطلع السين معانا بتساوي مية وعشرين تقسيم خمستاشر تساوي تمانية ويبعدد الساعات اللي يحتاجها جميل تمن ساعات شاكر جدا للحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته